في الاقتصاد قال رئيس الوزراء المصري مصفى مدبولي إن دور مصر والسعودية مهم باعتبار ركيزتين أساسيتين للاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الراهنة وقد عرب رئيس الوزراء المصري في كلمة أمام النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار والتي تعقد في العاصمة السعودية الرياض عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية مؤكد استعداد مصر للمساهمة في مشروعات التنمية بالمملكة من خلال الكوادر البشرية المصرية الواعدة لا يفوتني أن أعرب عن اعتزازي بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على كافة المستويات بما يعكس خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ولا يسعني سوى الإشادة بما تشهده المملكة تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من طفرة في مختلف المجالات وأؤكد استعداد مصر للمساهمة في مسيرة التنمية في المملكة من خلال الخبرات والكوادر البشرية المصرية وأعرب عن تقدير مصر للتوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين والاتفاق على تشجيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري بما يؤكد رقبة البلدين في الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري إلى أفاق أرحب